السلام عليكم كيف حالكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير اليوم سأخبركم على وصفة كيكة الزبادي باللمون كيكة جميلة جدا 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 وهشة وطرية حاجة كده روعة لمحبين الكيكات المزة الناس اللي بتحب الحاجات المزة انظروا بقشة أوراها لكم انظروا كيفية حاجة كده تحفة وهشة عاملة زي القطنة بالضبط بصيها ورهيالجة دلوقتي بصي واو حلوة قوي في البيت للفطار للعشا بص الموجة مبتسمة ازاي كوباية الشاي بلبن بتاعتك على الفطار كده الجميلة وكتفعت الكيك بتاعتك الطحفة وقالفة هنا على قلبك يا رب يلا بقيت علي اقولك المكونات وكفاية يا راغي اول حاجة معي كوبايتين دقيقة كوباية سكر واثنين بيضاء كوباية زبادي ومعي برضو اتين باكت فانيليا ومعلقة كبيرة ببشر لمون ربعة كوباية عصير لمون باكت 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 باودر ونص كوباية زيت واثن باكت ب LM سنبدأ بنزل الأجهزة سنجد كوباية dinFe وناس ن Jung هل بنزر بالماكنه奇 وان يقوم باكت 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 있는 بعد الزيت والسكر نزلت البطين والفانيليا وضربتهم وبعد ذلك نزلت البشر اللمون معلقة البشر والعصير اللمون وبدأت أضرب في الخليط هنا أنا معي كوبايتين الزيق بتوعي سأضرب باكة الباكينج بوضر سأضرب زرة ملح هنخل الدقيق بتاعي لأنه بساعد جدا أن العجينة تطلع هشة وجميلة والكيكة تنجح معاك كده أنا خلط كوبايتين الزيق معاهم باكة الباكينج بوضر وزرة ملح هبدأ أقلب الخليط بتاعي كده بس عشان لما إيجي أضربه دقيق ما يبضلش يطلع برا كده ما أفضل ليش من المكونات غير كوبايت الزبادي اللي معي الأحلى أنا أمعي راها بالكوبايت المعيارية ما عندكيش الكوبايت المعيارية ونعج الشاي لاتشربه في الشاي أو كوبايت الميا ما فيش أي مشكلة هبدأ أضرب الخليط انه يتجنس وبعد كده هبدأ انزل بالزبادي بتاعي كده واحدة واحدة لأنه ممكن يختلف معاك ما ياخدش كوبايت الزبادي كلها بس أنا أخد معاك كوبايت الزبادي كاملة على فكرة انت لو ما عندكيش مضرب الكيك ده ممكن تعملي بالمضرب اليدوي عادي وممكن برضو تدربي مكوناتك السائلة في الخلاط وبعد كده تنزليهم في البولة وتنزلي عليهم الجيه المنخول ما فيش اي مشكلة معي كده كده انا خلصت المكونات كلها هاخلطهم كويس جدا حيث ان الخليط كله بقى متجانس معايا وقوم الكيكة بقى مناسب وهبدأ انزلهم في الصينية انا الصينية بتاعتي ده هانتهى بالزبدة ممكن تعمليها بزيت تدينيها بزيت ورشة دي ده او ده اللي متاح معاك ما فيش اي مشكلة هبدأ بقى نزل الغليط بتاعي في الصينية بتاعتي اعتقد دي مقاس الصينية 24 او 26 تقريبا 24 ما بعرفش قويش في مقاس الصواني وللأسف مش بيكتبوا عليها انا خليط الكيكة كده مناسب معي هبدأ بس اعمل الحركة دي كده عشان الكيكة تتساوي معي في الصينية بصي بقى خدت معي اربعين دية هيتاخد معاك من نص ساعة لاربعين دية تدخلي سكينة او خلة هتطلع معاك انطيفة زي الفل اللي كده تبقى الكيكة كده استاوته تماما طلعت طحفة ما شاء الله انا استنتها لما بردت وبعد كده طلعتها من الصينية طلعت معي بكل سهولة مفيش ما كانش فيها اي مشكلة الحمد لله طلعت هشة وجميلة زي ما بوريكي دلوقتي اهو اه تقدري بقى تقطعيها وتحفظيها في علبة بلاستيك بغطا اه تغذي منها كل شوية هتفضل محافظة على التراوة بتاعتها والجمال بتاعها لحد اخر القطعة بتاغذيها من العلبة هتلاقيها طرية وزي الفل بص انا حطتها في العلبة اللي قدامي دي اطعتها وحطتها فيها مع كوبات الشاي بلبن الجميلة بقى كل الناس بتاعشاء القهوة وانا اللي بموت في عشق الشاي بلبن بتاعي ده يلا بقى يا بنات ما تنسوش تعملولي لايك لو الفيديو عجبكم وشير لاصحابك عشان يستفادوا وسبسكرايب عشان ينزلك ان شاء الله كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته